مجلس الوزراء ينفي نقص السلع للسراتيجية في الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية ترحيب روسي وأوكراني بزيارة بعثة وكالة الطاقة الذرية لزاكوريجيا وقلق أممي حول سلامة المحطة النووية رئيس وزراء تايوان يدفع عن إسقاط طائرات مصيرة قبالة سواحل الصين والأخيرة تتهم الحزب الحاكم في تايوان بمحاولة تضخيم التوتر سلسة مساء في القاهرة الوحيدة بتوقيت جرينج نشط إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصرية أهلا بحضراتكم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعي مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين وفروع مشروع جمعيتي مشيرا إلى توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز ستة أشهر للمزيد من المتابع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد الأستاذ محمود عمبر بداية أستاذ محمود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تردد من أنباء بشأن نقص للسلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية برأيك جهود الدولة المصرية وما استطاعت أن توفره من سلع استراتيجية في ظل هذه الأزمة لمواطنيها خالص تحية تندم لحضرتك والمشاهدين الكرام يمكن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بداية من أزمة كوفيد-19 والتي صنفها صندوق النقض الدولي بأنها كانت حالة من حالات الإغلاق الكبير كان الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر اختبر في هذا الأمر لأنه لم يحدث على الإطلاق اختفاء سلعة من السوق المصري أو موجة عارمة من التضخم نتيجة لنقص المعروض أيضا تعامل الدولة المصرية بحرفية مع الأزمة المالية العالمية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية لم يحدث أنه تم اختفاء سلعة من السوق أو حتى حالة كبيرة من التضخم يمكن كمان أكثر من 35% من التضخم الذي عادل هو فيصلف بأنه تضخم مستورد يعني قادم من الخارج وبالتالي هذا لم يكن من قبيل الصدفة ولكن نتيجة لأمرين الأمر الأول نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي داخل الدولة المصرية ثم حالة الحرفية الكاملة التي تعاملت بها الدولة المصرية مع هذه الأزمة والتي ما زالت تتعامل بها يمكن حتى صدور القرارات الأخيرة بفتح الاستراد ستة قرارات خاصة يمكن بتدور في أغلبها في تخفيض التكلفة على المستوردين هذا من شأنه أنه بيزود ويقلل الأفعار داخل الدولة المصرية من ناحيتين النحية الأولى فكرة تقليل تكلفة السلعة سواء بإلغاء أو تخفيض الغرامات التي تفرض على المستوردين والإفراج عنها بالإضافة إلى بعض الإجراءات الزارية الأخرى التي تعطي مرونة في خروج السلعة كل هذا بيقلل من تكلفة السلعة وبالتالي بتدخل إلى السوق بشكل مخفض وبيؤدي إلى عدم ارتفاعها بشكل كبير الأمر الثاني دخول هذه السلعة وتبسيط إجراءات الاستراد بيؤدي إلى زيادة المعروض من هذه السلعة وبالتالي ده بيقلل من حالة الاحتقارة التي تؤدي إلى ارتفاع الأفعار الدولة المصرية يعني سواء على الشق المالي أو الشق النقدي لأن من ينظر إلى هذه القرارة سيجد أنها صدرت بالتعاون ما بين البنت المركزي ووزارة المالية فهناك اتفاق واتفاق كبير ما بين السياستين النقضية والمالية فيما تعلق بتوافر السلعة خاصة السلعة الاستراتيجية والسلعة التي لها علاقة بمستلدمات الإنتاج لأن هذه السلعة هي التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وزيادة التفضير وبالتالي تأثيراته المختلفة سواء على سعر طرف العملة أو على كافة المشارات الاقتصادية الكلية نعم دكتور محمود يعني المسئولية مشتركة ما بين الدولة وأيضا المواطن في السلوك الاستهلاكي في مثل هذه الظروف والأزمات برأيك ما يمكن أن يقوم به المواطن المصري لترشيد استهلاكه وترشيد نفقاته في نفس ذات الوقت يعني في ظل هذه الأزمة اللي بيصنفها غالبية خبراء الاقتصاد بأنها الأزمة الأخطر والأكبر في يمكن المئة سنة الأخيرة منذ أزمة الكساد الكبير في 29 واللي أراقت حقيقة الأمر اقتصاديات دول كبرى واقتصاديات دول حجم الاحتياطي في بنوك المركزية فوق أضعاف حجم الاحتياطي في البنك المركز المصري زي ما حدثت فضلت التعامل مع هذه الأزمة يقتضي ليس فقط الإجراءات التي تتخذها الحكومة لكن لابد أن يكون هناك تعاون من قبل المواطن أولى هذه الأمور هي فكرة ترشيد الاستهلاك وترشيد الاستهلاك هنا بيؤدي إلى كبح جماح التضخم وحالة الاحتكار التي يمكن أن يقوم بها بعض المنتجين المحليين ثم الإبلاغ عن أي محتكر للسلعة أو أي حد يقوم برفع سعر السلعة بشكل مبالغ فيه الدولة المصرية فتحت منافذ كثيرة في كافة المحافظات والأقالين لتوفير هذه السلعة فدور المواطن هنا بيتمثل في أمرين أولا ترشيد الاستهلاك لأن الدولة تطمئن مرات كثيرة أن هذه السلعة سوف تتواصل خلال الفترة القاجمة وبالتالي لا داعي على الإطلاق لاكتناز هذه السلعة بالشكل الذي يفوق الحج الاستهلاك للمواطن والأمر الثاني هو فكرة الإبلاغ عن أي محتكر لهذه السلعة وأي من يكتنز هذه السلعة رغبة منه في رفع سعرها تسهيل في نمط ضبط الأسعار والجهود الخاصة بالدولة في ذلك وأيضا المواطن مشارك في عمليات الإبلاغ إذا ما تجاوز البعض أشكرك جزيل الشكر الدكتورة محمود عمبر أستاذ الاقتصاد تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار سلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 506 قضايا تموينية بمضبطات بلغت قرابة 126 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 110 أطنان كما تم ضبط قرابة 16 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 720 قضية من بينها 102 من قضايا الخبز ناقص الوزن و93 قضية خبز غير مطابق للموصفات موسيقى 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 اشتركوا في القناة تحت رعاية رئيس الجمهورية أطلقت وزارة الداخلية فعليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد اعتبر من الأول من الشهر الجاري ولمدة شهر المبادرة تأتي بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن معتيلاتها بالأسواق مع الاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بعد استعدادات وتجهيزات كبيرة أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد وتستمر فعاليتها على مدار شهر لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأنواعها المختلفة بتخفيضات تصل نسبتها إلى ثلاثين بالمئة نبادرة كلنا واحد لتعتبر من أكبر ممدرات الاجتماعية التي تطلقها الدولة وبحس أن هي تعاون ما بين منظومة العمل الأمني والعمل المجتمعي نحن نشارك بأدوات مكتبية ومدرسية ونشارك بزي مدرسي وملابس وأحزائي مدرسية هذه المرحلة من المبادرة تشهد مشاركة واسعة من السلاسل التجارية والكيانات الصناعية والمكتبات الكبرى حيث تشارك ثمانية وثلاثون كيانا وسلسلة تجارية وثمانمائة وأربعة عشر منفزا فضلا عن وجود ستة معارض رئيسية وسبعة عشر معرضا فرعيا بالشوارع والميادين الرئيسية على مستوى الجمهورية جمعها موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت تتوفر فيها كافة الاحتياجات المدرسية بالأسعار المخفضة أول يوم دخلت أنا انبهرت بصراحة انبهرت بالأشياء اللي موجودة وانبهرت بالعرض بحاجة وانبهرت بجودة الحاجة اللي هي محطوطة للجمهور شغله ممتاز صراحة احنا بنشكر المبادرة ونشكر سيادة الرئيس إن هو عمل لنا الحاجات الحلوة دي للأمانة حاجة جميلة وتشرف بلدنا كلنا الاقبال كبير من المواطنين منذ اللحظة الأولى لإطلاق المبادرة لتلبية متطلبات أبنائهم مستفيدين من التخفضات التي أتاحتها وزارة الداخلية والتي اعتادت مع بداية كل عام دراسي أن تسهم في رفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور صغط جدا من الأسعار في تخفضات 20 و25 و30 وإن شاء الله بجيب حاجة أولادي كلهم من هنا والحاجات جميلة ما شاء الله والكوالة بتاعتها عالي قوي بنشكر سيادة الرئيس طبعا على المبادرة دي احنا شايفين طبعا عندنا هنا الحاجة الحمد لله متوفرة وموجودة وفي تخفضات جميلة جدا والأسعار يعني الحمد لله في متناول المواطن الطبيعي العادي بالتوازي مع انطلاق المرحلة الثالثة والعشرين من المبادرة تواصل وزارة الداخلية توفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع تحت مظلة مبادرة كلنا واحد بتخفضات انطص نسبتها إلى 60% احنا مستمرين في المبادرة ان احنا نوفر السلع الاستراتيجية والأسسية الهمة أو الخاصة بالمنزل بنسب خصم كبيرة تصل إلى 50 أو 60% كما تستمر منظومة امان في توفير السلع الغذائية عبر منافذها الثابتة والمتحركة المنتشر على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 1026 منفزا موضحة على موقع وزارة الداخلية على الانترنت بتخفضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري كما قامت منظومة امان باعداد وتجهيز حقائب مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بالتنسوق مع قطاعات الوزارة ومدريات الأمن شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد حبك علينا يا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية الدور الاجتماعي والإنساني في المنظومة الأمنية في مقدمة أولويات وزارة الداخلية وهو ما بدى واضحا من خلال مبادرة كلنا واحد وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد تتسم المستلزمات المدرسية المعروضة في إطار المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بأنها ذات جودة عالية وأسعار مخفضة وهو ما تسعى إليه وزارة الداخلية من هذه المرحلة من المبادرة تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية مع قرب حلول عام دراسي جديد عبدالله بركات التلفزيون المصري في إطار الحرص على التخفيف عن أولياء الأمور عبر توفير كافة احتياجات الطلاب المدرسية في مكان واحد شامل وجامع تتواصل فعليات معرض أهل المدارس لتقديم خدماته للمواطنين ويأتي تحت شعار إفرح وفرح ولادك وللمزيد من المتابع ينضم إلينا مباشرة من معرض أهل المدارس مراسل التلفزيون المصري كريم ببرس كريم تحياتي لك نحن على أبواب الموسم الدراسي ودخول المدارس وإحتياجات الأسر المصرية تزداد في هذا الوقت لتوفير إحتياجات المدارس للطلاب كيف توفر هذه المعارض أو هذه سلسلة من معرض أهل المدارس إحتياجات الأسر المصرية من مستلزمات الدراسة تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل معرض أهل المدارس الآن يستقبل المواطنين منذ تم افتتاحه من قبل الدكتور مصطفى مطبولي رئيس مجلس الوزراء وخصوصا كما ذكرتم بالفعل هو الموسم قبل مدخول المدارس مباشرة وهي الفترة الأكثر احتياجا للأسر المصرية والمواطنين بشكل عام لشراء المستلزمات الدراسية والأدوات المدرسية سواء تبدأ بالأقلام والكراسات والألوان وأيضا بالطبع الشنط المدرسية والملابس المدرسية بشكل عام وحتى الأحذية كل المتواجد داخل هذا المعرض الذي يستمر حتى التاسع من أغسطس اليوم هو يوم الجمعة وهو يوم بالطبع عطلة رسمية لجميع المواطنين لذلك هناك إقبال شديد جدا على المعرض اليوم يفتح أبوابه من الحديثة عشر صباحا وحتى العشر مساء وصلنا تقريبا بعد صلاة الظهر وبالفعل كان هناك إقبال شديد وكبير جدا من الأسر والأطفال والشباب بشكل عام كل يأتي لشراء مستلزماته الخاصة حتى أن هناك أيضا جزء خاص بالتكنولوجيا والأدوات المدرسية سواء خاصة اللابتوب أو الكمبيوتر المحمول وغيره من بالطبع الأدوات الوارد استخدامها في المداري خصوصا في ظل التحول بشكل عام باستخدام الآيباد وغيرها من الأدوات لها تعتمد فقط على الكراسات والألوان والملابس ولكن أيضا هناك الجزء التكنولوجي داخل هذا المعرض ولكن أيضا المعرض يضم جزء هام جدا هو جزء خاص بالصناعة المصرية وتوطين الصناعة المصرية هناك إشارات متواجدة وهي بكل فخر صناعة في مصر متواجدة حول أرجاء المعرض بشكل عام ذلك جميع المستلزمات والمنتجات متواجدة هنا سواء كانت مصرية الصنع أو حتى منتجات مستوردة بشكل عام وكان هناك تأكيد على أهمية جودة هذه المنتجات محلية الصنع وهناك أيضا إشادة من المواطنين بشكل عام لوجود كل هذه المستلزمات في مكان واحد وهو الأهم بالنسبة لهم لأنه يوفر عليهم مشقة البحث في أماكن مختلفة بشكل عام ليس هذا فقط ما يوفر عليهم المعرض ولكن أيضا يوفر عليهم تكلفة مادية بشكل عام حيث أن التقفضات تبدأ هنا من 30% وصولا إلى 50% على جميع الأشياء سواء كانت المستلزمات الأساسية من أقلام وكراسات وألوان وغيرها ولكن أيضا هناك أشونة المدرسية وهناك أيضا الملابس بشكل عام هناك تقفضات كبيرة جدا جدا متوجدة هنا وإقبال كثيف بشكل عام أيضا يستمر هذا المعرض كما ذكرنا حتى 9 من أغسطس أو 9 من سبتمبر الشهر الحالي ولكن ما يميز هذا المعرض أيضا هو الفرصة لذوي الهمم لعرض منتجاتهم والفرصة لشباب الخرجين أيضا لعرض منتجاتهم المختلفة بشكل عام أين يقع المعرض كريم؟ المعرض متوجد هنا في مدينة نصر في أرض المعارض يشارك في المعرض ما يقرب من أو بالتحديد 200 مشارك بشكل عام سواء كانت شركات مصرية أو حتى شركات أجنبية يشاركون في المعرض لعرض المنتجات وأيضا دعيني أضيف أيضا بجانب هذه الشركات الخاصة بيئة المستلزمات الدراسية والأدوات المدرسية والملابس هناك أيضا شركات خاصة بيئة الأغذية والتي أيضا متوجدة هنا لعرض منتجات متنوعة وبأسعار أيضا مخفضة الميزة هنا في هذا المكان كما ذكرت لقائي مع المواطنين بشكل عام خلال يوم الافتتاح واليوم هو توافر جبيع المنتجات في مكان واحد وهو ما يؤثر عليهم بشكل عام المشطة في البحث عن جميعها هي ميزة مهمة للمواطنين إذن المعرض مستمر حتى التاسع من سبتمبر في أرض المعارض في مدينة نصر معرض أهلا مدارس جديد الشكر لمراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس وفيما يتعلق بالأزمة العراقية دعى مجلس الأمن الدولي الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وبدء الحوار وفي بيان ذكر المجلس أن أعضاء مجلس الأمن أدانوا أعمال العنف التي اكتحت العراق يومي التساوى العشرين والثلاثين من أغسطس الماضي وأقربوا عن قلقهم العميق إزاء أنبائنا عن سقوط ضحايا وجرحة وأحيطوا علما بجهود الحكومة العراقية لاستعادة النظام كما طلب البيان الجميع بحل خلافاتهم السياسية سلميا واحترام سيادة القانون والحق في التجمع السلمي وتجنب الهنف ميدانيا أعلنت قوة الأمن العرقية تدمير معقل تنظيم داعش الإرهابي غرب الموصل وفي بيان لها أكدت قوة الأمن العرقية أنه تم تدمير مخازن المتفجرات التابعة للتنظيم الإرهابي فضلا عن تدمير معقل الرئيسي للتنظيم في جبال عدايا غرب الموصل وأوضحت القوات العرقية أن قوة من قيادة عمليات نينوة عثرت في وقت سابق على أحد مقرات تنظيم داعش الإرهابي حيث تم ضبط معدات فنية وعبوات ووثائق ومواد لوجستية أعلنت وزارة الدفاع التونسية القضاء على سلسة عناصر تابع لتنظيم جند الخلاف الإرهابي في عملية مشتركة بين الجيش والحرس والأمن في ولاية القصرين وفي بيان لها أوضحت وزارة الدفاع التونسية أن العملية الأمنية المشتركة استهدفت مرتفعات السلوم من ولاية القصرين مشيرا إلى استمرار العمليات لتعقب ما تبقى من العناصر الإرهابية للتنظيم في الأزمة الروسية الأوكرانية اعتبر الكريملين أن وصول فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية وتمكنه من بدء تفتيشها اعتبره أمر إيجابي رغم أنه لا يزال من المبكر جدا تقييم النتائج وأوضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه أمر إيجابي أن يكون الوفد قد وصل وبدأ العمل رغم الصعوبات والمشاكل قال مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا لوكالة رايا نوفستي للأنباء إن اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقيان في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بشكل دائم وأوضح المبعوث الروسي أن هناك بعثة من الوكالة حاليا في المحطة وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا وتسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس إلى ذلك قال رئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا نووية هي مهمة على الرغم من الصعوبات التي وجهتها بسبب الوجود الروسي في الموقع وذكر زلنسكي أن بلاده فعلت كل شيء لضمان وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا معفقدا أن هذه المهمة قد يكون لها دور قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائل جروسي إن سلامة منشآت محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا تعرضت للخطر لعدة مرات وعبر عن قلقه إزاء الوضع هناك وجاء تصليح جروسي بعد قضائه ساعات في المحطة أمس رغم إطلاق النار الذي قال إنه كان قريبا بشكل يدعو للقلق وسيعود جروسي وفريقه من الخبراء الدوليين اليوم عبر خطوط الموادهة لتقييم الأضرار المادية في أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا لا تزال محطة زابوريجيا للطاقة النووية تتصدر الأخبار باعتبارها أحد العنوين الرئيسية البارزة للأزمة الأوكرانية في وقت تواصل فيه موسكو وكييف تبادل الاتهامات بشأن المسؤول عن القصف الذي تتعرض له المحطة أحدث التطورات في قضية المحطة النووية الأكبر في أوروبا جاءت بزيارة باثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة مدير عام الوكالة رافييل جروسي للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لأضرار وسط مخاوف كبيرة من حدوث كارثة نووية تهدد القارة العجوز جروسي الذي امتدت زيارته للمحطة لعدة ساعات أكد أن باثة الوكالة أجرت تقييماً أولياً للموقف داخل المحطة النووية مشيراً إلى أن سلامة محطة زابوريجيا انتهكت مراراً وفي هذا الإطار أعلن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية أن بعض خبراء الوكالة سيبقون في المحطة بعد مغادرة البعثة لافتاً إلى أنه سيظل قلقاً حتى يصبح الوضع في المحطة أكثر استقراراً وأكثر قابلية للتنبؤ بتطوراته من جانبها طالبت روسيا بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في السادس من سبتمبر الجاري لمناقشة القصف الذي تعرضت له محطة زابوريجيا والاستماع لنتائج زيارة باثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي إذن أحداث سريعة وتطورات متلاحقة حول المحطة التي تشكل خطراً كبيراً على أوروبا وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقصفها وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه الأيام القادمة اتهم وزير الدفاع الروسي سرديش ويدو اتهم كيف بارتكاب إرهاب النووي مشدداً على رفض بلاده اتهمات أوكرانيا والغرب بشأن نشر أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا النووية من ناحية أخرى أعلن وزير الدفاع الروسي أن محاولات شن هجوم على محور ميكولايفا كريفو روج واتجاهات أخرى كبدته خسائر كبيرة وأكد وزير الدفاع أنه قد تم تحييد سلسة ألاف من العناصر الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أضاف شويجو أن القوات الروسية دمرت 174 مقراً للقيادة وهو تابع للقوات المسلحة الأوكرانية وأكثر من 600 وحدة تأسلح ثقيلة معظمها من إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا في أغسطس الماضي مؤكداً أن القوات المسلحة الروسية تواصل درباتها فائقة الدقة على أهداف عسكرية هامة في أوكرانيا قالت وزيرة الدفاع البريطانية أن الجزء الجنوبي من أوكرانيا ما زال يشهد قتالاً عنيفاً مشيرة إلى أن القصف شمل منطقة إنرهودار بالقرب من محطة زابوريجيا لطاقة أوية وشكتت الدفاع البريطانية في إعلان روسيا مشاركة 50 ألف جندي في منوراتها العسكرية الاستراتيجية شرق البلاد مشيرة إلى أنه من المستبعد أن يشارك أكثر من 15 ألفاً هذا العام وبدأت موسكو في الأول من سبتمبر الجاري منورات عسكرية تحمل اسم تدريبات فوستق والتي ستنتهي في الخامس من سبتمبر الجاري أكد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دوريفيار أنه تم توديه الدعوة إلى روسيا وأوكرانيا لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا والمقررين عقاده في 22 من سبتمبر الجاري على المستوى الوزري وأوضح كذلك ريفيار الذي تتولى بلاده رئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في شهر سبتمبر أنه تم تدعوة جميع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بمن فيهم الوزير الروسي مشيرا إلى أنه تم تخصيص الاجتماع لبحث الأزمة الأوكرانية كما أكد المبعوث الفرنسي أن اجتماع مجلس الأمن تبع للأمم المتحدة بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية والذي طلبته روسيا سيعقد في السادس من سبتمبر الجاري أعلن وزير الخارجية المجارية فيتر سيارتو أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى إضعاف كارسي للاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن قادة الاتحاد لم يستطيع منع ذلك وفي كلمته خلال مؤتمر البلقان المفتوحة والمنعقد في بلغراد قال سيارتو أن النزاع الأوكراني وتأثيره الاقتصادي وأزمة الطاقة المدمرة أدت إلى إضعاف كارثي لأوروبا والاتحاد الأوروبي وأشار إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من حماية الناس في أوروبا من دفع ثواتير الحرب التي لا يتحملون أي مسؤولية عنها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم مجددا في نشرة السالسة ومزنة مع الأزمة الأوكرانية حيث قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنه حان الوقت لوضع سقف لسعر الغاز الروسي المتدفقي إلى أوروبا وفي المقابل أشار بيان صدر عن الكريملين أن روسيا ستزود النفط فقط للدول التي تلتزم بقواعد السوق العالمية مضيفا أنه إذا تم وضع سقف لسعر النفط الروسي سوف يزعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية صرح رئيس مجلس الدومة الروسي فياشيسلاف بولودين بأن أمن الطاقة في أوروبا بدون روسيا هو أمر مستحيل وقال في تصريحات أن رؤساء الدول الأوروبية يحتاجون إلى رفع العقوبات وإطلاق خط أنابيب نوردستريم إسنان وإلا فإنهم سيعقدون حياة مواطنيهم بشكل أكثر وضف أن دولاً أوروبية اشترت في العام الماضي 341 مليار متر مكعب من الغاز منها ما يقرب من 50% من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب وشدد كذلك على أن العقوبات التي تستهدف روسيا أدت إلى أزمة طاقة في الدول الأوروبية التي بادرت إليها طلبت السفارة الروسية في واشنطن الولايات المتحدة بالتوقف عن فكرة فرد سقف لسعر النفط الروسي على دول أخرى لأنها تزيد من مخاطر انهيار السوق وقالت السفارة الروسية في واشنطن في بيان لها أنه بعد أن حصلت الولايات المتحدة على دعم الجهات المطبعة في مجموعة السابع بدأت الإدارة الأمريكية في استخدام الحيل وأحيانا الابتزاز لفرض آلية تحديد سقف لسعر النفط الروسي قالت الرئيسة التنفيذية لشركة انجي الموارد الرئيسي للغاز في فرنسا كاترين ماك جريغور قالت أن قطاع الطاقة في أوروبا يمر بأزمة استثنائية وأضافت أن الأحداث الحالية التي تشكلت في المقام الأول بسبب خفض الواردات الروسية والتحول المطلوب نحو الطاقة الخضراء تمثل نقطة تحول مضيفة أن رسالة الاعتدال في استهلاك الطاقة تظل مهمة للغاية يأتي هذا في وقت يتصعد فيه خلاف حول إمدادات الغاز بين انجي وغازبروم هذا الأسبوع مع استعدادات الشركة الروسية لوقف جميع عمليات التسليم للمتعهد الفرنسي وأرجعت ذلك إلى عدم الالتزام بسداد المدفوعة إلى ذلك كشف مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا عن سبات مستمر لمستوى الضخ في الأنبيب من روسي عبر أراضيها إلى دول الأوروبية وأصدرت الشركة المشاغلة لخطوط أنبيب نقل الغاز في أوكرانيا بيانا رسميا جاء فيه أن ضخ الغاز الروسي عبر أنبيب الشركة الأوكرانية مستمر وثابت ويبلغ نحو 42.4 مليون متر مكعب يوميا مشيرا إلى أنه تم تعليق شحنات الغاز الروسي عبر نورسترين الطريق الرئيسي لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا بالكامل لمدة ثلاثة أيام وذلك بسبب بدء الإصلاح قال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية أليكزاندر كينشاك قال إن الأمريكيين والأوروبيين يعرقلون تزويد السوق العالمي بالغذاء وأضف كذلك أن الأمريكيين والأوروبيين يواصلون نشر أخبار زائفة في وسائل الإعلم مفادوها أن روسيا أثارت جوع العالم وأنه وهب أن روسيا ستوصل تنفيذ التزامتها التي تعهدت بها في مجال إمدادات الغذاء إلى إفريقيا والشرق الأوسط على الرغم من القيود الغربية مؤشيرا إلى أن التطبيع الكامل للوضع في هذا المجال يتطلب رفع كفاءة قيود النقل والتأمين المفروضة على التصدير الروسي وضمان المدفوعات الحرة أكدت وزارة الخارجية الروسية أن توريد الحبوب الروسية إلى دول الشرق الأوسط لم ينقطع على الرغم من العقوبات الغربية وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية ألكزاندر ريتينشاك أشار إلى وجود اتجاه في الأزمة الأخيرة نحو زيادة مضطردة في أحجام الإمدادات إلى الشرق الأوسط مبينا أنه بسبب القيود المفروضة من الدول الغربية كان لابد من تعديل أليات التصدير ولا يزال بعضها قيد إعادة التشكيل تصعى مفوضية الاتحاد الأوروبي للحصول على تشريع يسمح لها بإجبار الشركات على تلبية طلبات دول الاتحاد خلال أوقات الأزمات أولا وأثرت مساودة المقترح الأوروبي أن الشركات التي لم تلتزم بتنفيذ الطلبيات ستوجه غرمات كبيرة هذا ومن المقرر إعلان المفوضية عن هذا الاقتراح في منتصف سبتمبر الجاري حيث ستحصل المفوضية وفق خطة أداء السوق الموحدة للطوارئ على صلاحيات أكبر بكثير للتدخل في سلسلة توريد الاتحاد الأوروبي أثناء المرور بأي أزمة أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء للتحدي الألماني انخفاض صادرات البلاد بشكل أقل من المتوقع في يوليو إذ هبطت 2.1% عن الشهر السابق في حين شهدت الواردات تراجعا غير متوقع بلغ 1.5% وقال المكتب إن الصادرات الألمانية إلى روسيا انخفضت 15.1% مقارنة بالشهر السابق بعد تراجعها بنسبة 60% في مارس وسط العقوبة الغربية الصارمة على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا قفزت أسعار النفط مدومة بمرهنات على أن تكتل أوبيك بلاس سينقش خفض الإنتاج في اجتماع يعقد في الخامسي من سبتمبر لكن الأسعار لا تزال بصدد تسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع بفعل مخاوف من فرض قيود لمكافحة فيروس كورونا وزادت العقود الأجلة لخام بيرنت بـ 1.20 دولار أو 1.3% إلى 93.56 دولار للبرميل وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط بـ 1.16 دولار أو 1.3% إلى 87.77 دولار للبرميل دفعت نتائج النمو المخيبة للأمال في ربع الأخير للبنوك الرئيسية في والسريت إلى خفض توقعاتها السنوية للهند كما شملت تحذيرا للبعض من احتمال أن يخفف البنك المركزي من تشديده الحاد للسياسة النقدية وخفض بنك سيتي جروب بشكل حاد توقعاته للنمو في الهند إلى 6.7% للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 من 8% في وقت سابق في حين عدل دولد مانساكس توقعاته إلى 7% من 7.2% سابقا وذلك بعد أن أظهرت بيانات الأربعاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بشكل أقل مما كان متوقعا في الربع الأخير من جهته قال دويتشا بانك إن النمو البطيء قد يدفع بنك الاحتياطي الهندي إلى تخفيف وطيرة رفع أسعار الفائدة انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تيفاو للشهر الخامس على التوالي في أغسطس مبتعدا بشكل أكثر عن أهل مستوياته على الإطلاق التي سجلها في وقت سابق من العام وسجل مؤشر ألفاو الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم في المتوسط 138 نقطة في الشهر الماضي مقابل لمستوى معدل بلغ 140.7 لشهر يوليو عاوذ سعر الصرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي في الارتفاع ليتخطى لأول مرة عتبت 35 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد فعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850 خسرت العملة المحلية أكثر من 95% من قيمتها أمان الدولار وبات أكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30% قالت وزارة الخارجية الصينية إن الحزب الحاكم في ثايوان يحاول تضخيم التوتر بعد أن أسقطت الجزيرة ذات الحكم الذاتي طائرة مسيرة مدنية منهولة المصدر هذا الأسبوع هذا وقال رئيس الحكومة التايوانية سو تسينج تشانج إن إسقاط تايوان لطائرة مسيرة حلقت فوق إحدى الجزر الوقاعة تحت سيطرتها قرب السواحل الصينية كان أنسب رد على تجاهل السلطات الصينية تحذيرات المتكررة بعد مختراق الأجواء الجوية مضيفا أنه يتعين على صين ممارسة سياسة ضبط النفس وأضف رئيس الحكومة التايوانية أن الجانب الصيني تجاهل تحذيرات تايوان ولم يترك أي خيار سوى ممارسة الدفاع عن النفس وإطلاق النار هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تسليم أربع طائرات بدون طيار من تراز أمي كيو تسعة بي وأنظمة محلقة اشترتها تايوان من الولايات المتحدة بحلول نهاية عام الفين تسعة وعشرين ونقلت صحيفة فاكس تايوان عن مصدر بوزارة الدفاع التايوانية قوله أن التسليم المقرر لأول طائرة بدون طيار سيكون في عام الفين وخمسة وعشرين مشيرا إلى أن تكلفة الطائرات الأربع بدون طيار والأنظمة الملحقة تبلغ ما يقرب من خمسمائة وخمسين مليون دولار أكدت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية الالتزام المشترك بالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع مستشار الأمن القومي الأمريكي ونظيره الياباني والكوري الجنوبي وذلك في مقر قيادة الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ في هاوي حيث جرى مناقشة صب لحماية وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد وفي بالله أوضح البيت الأبيض أن المسؤولين الثلاثة عبروا عن إدانتهم لاستمرار كوريا الشمالية في تطوير برامج الصواريخ الباليستية وأسلحة الضمار الشامل والتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لم كان للعنف السياسي في الولايات المتحدة كما أكد بايدن في خطاب وجهه إلى الشعب الأمريكي أن الديمقراطية الأمريكية غير مضمونة وشددا على ضرورة العمل على الدفاع عنها وحمايتها نحن الشعب لن ندع أي أحد أو أي شيء يمزقنا اليوم هناك أخطار محدقة بنا ولا يمكن أن نسمح لها أن تنتصر نحن لقد سمعتم عنها سمعتم عن المزيد من الحديث عن العنف كأداة سياسية مقبولة في هذه البلاد لا لا يمكن أبدا أن تكون أداة مقبولة لهذا أريد أن أقول هذا بكل بساطة لا يوجد مكان للعنف السياسي في أمريكا نقطة أبدا رأينا القائمين على إنفاذ القانون يهاجمون بوحشية في السادس من يناير ورأينا الكل يمعرض للترهيب وتهديدات بالقتل هل تصدقون هذا؟ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية الذين يقومون بواجبهم يواجهون تهديدات لحياتهم من مواطنين أمريكيين وفي بريطانيا تنتهي اليوم المرحلة الثانية من انتخابات حزب المحافظين الحاكم لاختيار زعيمه أو زعيمته الجديدة خلفا لبوريس جونسون مرت عملية اختيار الزعيم الجديد للمحافظين بمرحلتين الأولى امتدت على نحو ثلاثة أسابيع بينما استمرت الثانية لمدة خمسة أسابيع حالة من الترقب تسيطر على أروقة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا تزامنا مع اقتراب الآلان عن خليفة رئيس الوزراء بوريس جونسون والمقرر لها في الخامس من سبتمبر الجاري والتي سيسبقها بالطبع تنفيذ أعمال التصويت من قبل أعضاء الحزب لتسمية رئيس الوزراء الجديد انحصار المنافسة بين وزير الخزانة السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليست راس لم يسهل كما هو متوقع عملية الاختيار على أعضاء الحزب صاحب الأغلبية البرمانية في مجلس العموم والذين تتراوح أعدادهم وفقا للتقديرات بين 160 إلى 200 ألف عضو خاصة في ظل الأزمات العالمية وارتفاع معدلات التضخم والموقف البريطاني من الأزمة الأوكرانية وعلاقات بريطانيا مع دول الاتحاد الأوروبي وتجري عملية الاقتراع مباشرة أو عبر الإنترنت أو البريد ولكن لمرة واحدة لأن تكرر التصويت يسقط عن صاحبه عضوية الحزب فيما تتولى لجنة 1922 مسؤولية الألان عن أسماء الشخصية الفائزة وتضم هذه اللجنة التي تدير شؤون الحزب تنظيميا منذ 100 عام 18 عضوا يرأسهم السير جراهام برادي الذي أعيد انتخابه في هذا المنصب لعدة مرات متتالية منذ عام 2010 ووفقا للإحصائيات الرسمية فإن 76% من أعضاء حزب المحافظين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يجعل المرشحين لزعامة الحزب أكثر ميلا وحرصا على مواصلة تنفيذ اتفاقات وخطط الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بذات النهج الذي بدأه جونسون مع مطلع يناير من عام 2020 أعلن مطار هسرو في لندن أنه تم إخلاء صالة رقم 2 بعد تلقي بلاغ عن حقيبة مريبة قالت الشرطة إن صاحبها تركها وقال متحدث باسم مطار هسرو إن فرق المطار تعمل مع الشرطة لتعامل مع جسم مشتبه به عصر عليه في الصالة رقم 2 وكإجراء احترازية تم نقل المسافرين مؤقتا بعيدا عن المنطقة أعلنت الشرطة الأفغانية أن انفجارا وقع خارج مسجد في مدينة هرات تأدى إلى مقتل أحد رجال الدين وذكر المتحدث باسم شرطة هرات محمود رسولي أن مجيب الرحمن أنصاري خطيب وإمام المسجد وبعض حراسه قتلوا جراء الانفجار مشيرا إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين الآخرين هذا ولم تعلم بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم رحبت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للمفوضية الأوروبية بترحي أول لقاحات معززة ضد متغيرة فيروس كورونا داخل أوروبا وفي بيان صحفي ذكرت المفوضية أن وكالة الأدوية الأوروبية منحت الموافقة على تداول لقاحي قوميرناتي وسباير فاكس من إنتاج شركتي فايزر وموديرنا على التوالي فرضت بعض المناطق في مدينة شانشان مركز التكنولوجيا بجنوب الصين قيودا على الأنشطة العامة وتناول الطعام في الخارج وعلى أماكن الترفيه ولكن مسؤولي المدينة لم يصلوا إلى حد فرض إغلاق كامل بينما يحاولون كبح انتشار فيروس كورونا وتقرر تمديد القيود في منطقة الأعمال المركزية في فوتيان والحونغو بينما طلبت السلطات من السكان في عدة مناطق العمل طلبت منهم العمل من المنزل إذا كان هذا من الممكن أعلن فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا في روسيا تسجيل 50 ألف وتسعمائة واثنتين وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أهل حصيلة يومية منذ قرابة ستة أشهر وارتفعت أعداد الحالات في شتى أنحاء روسيا خلال الأسبوع الستة الماضية مع انتشار متحورات دديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا قررت تايوان إلغاء عشرات الرحلات الجوية وخدمات العبرات البحرية مع اقتراب إعصار هينا منور من الساحل الشرقي لتايوان وأعلنت إدارة الطيران المدنية التايوانية أنه تم إلغاء ثماني رحلات بسبب العاصفة فضلا عن تأديل ثلاث رحلات أخرى بين تايوان واسنغافورة ومانيلا لنفس السبب كما أكد مكتب الموانئ البحرية التايوانية أنه تم إلغاء 65 خدمة عبرات بحرية على 12 طريقا عقب إعلان إدارة الطقس المركزية ظهور الإعصار على بعد حوالي 420 كم شرق كاب إلومبي أقصى طرف جنوبي دزيرة تايوان قال مسؤولون باكستانيون إن أفراد فرق الإنقاذ في جنوب باكستان يسعون جاهدين لإجلاء ملايين الأشخاص من القرى النائية يأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه المنطقة بقلاق وصول مياه الأمطار المتدفقة من شمل البلاد وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية مرتضى وهب إن جهود الإنقاذ في إقليم السند كانت مدعومة بمروحيات وقوارب عسكرية بحث القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سوها جندي تعزيز التعاون لتقديم التسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الإدخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في زيادة مساهمة المقتربين في الاقتصاد القومي كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات والطلبات التي تم طرحها خلال المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج والذي عقدته وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة منتصف شهر أغسطس الماضي وقالت سوها جندي إن المصريين بالخارج يمثلون إضافة قوية للاقتصاد الوطني بمدخراتهم من تحويلات بالعملة الصعبة مشيرة إلى التقارير الصادرة عن البنك الدولي حول توقعات بزيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج ومن جانب المهاجرين في ظل تزايد الصعوبات المتأثرة من المتغيرات على المستوى العالمي مؤكدة أن المواطن المصري بطبعه شديد الانتماء والارتباط بوطنه اكتبع وزراء البيئة ياسمين فؤاد وزراعة سيد القصير والتنمية هشام أمنى لاستعراض ومناقشة خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة والمعروفة بسحابة السوداء وكذلك تحديد مهام ومسؤوليات كافة الجهات المشاركة في المنظومة أشرت وزيرة البيئة في بداية الاجتماع بالنجاح الذي حققته منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال العام الماضي بفضل التكامل والتنصيق المشترك بين جميع الوزرات والجهات المعنية مشيرة إلى أن تلك الجهود سهمت في تحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية وتحويل الأزمة إلى منتج اقتصادي يدر عائدا ماديا بدلا من حرقه مسببا من بعثات ملوسة للهواء مؤكدة على الأهمية الخاصة لجهود منظومة سحبة السوداء هذا العام وهو ما جاء متزامنا مع صدافة مصر لمؤتمر الأطرافي لتغيرات المناخية كوب 27 والمقرر في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن المحافظة احتلت الصدار بين محافظات الجمهورية في استرداد الأراضي أملاك الدولة خلال المرحلة الأولى من الموجة العشرين لإزالة التعديات ونجحت الأجهزة التنفيذية بها في استرداد ما يقارب مليون وسبعمائة ألف متر مربع من أراضي البناء وأكد محافظ القاهرة أن هذه الإزالات تأتي تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بالعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون وتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على الأراضي أملاك الدولة ونهر النيل والأراضي الزراعية ورصد كافة أشكال التعديات على المجاري المائية وإزالتها في مهدها تفقد وزير الموارد المائية ورية هاني سويلة معددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة بني سويف ضمن خطة الوزراء في مجال الحماية من أخطار السيول وتفقد الوزير ونائب محافظة بني سويف مشروع رفع كفاءة مخرس نور بشرق نيل ضمن استعدادات المحافظة لموسم السيول من خلال تطوير مخارة السيول وأعمال الحماية واستمع لعرض عن الأعمال المنفذة بالمشروع انطلقت فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمصرح التجريبي والتي تحمل اسم المصرح العالمي بيتر بروك وذلك بالمصرح الكبير بدار الأوبرا المصرية أوضحت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني أن المهرجان استقدم فعاليات متميزة تسعى للتأثير في مسيرة المصرح ليس في مصر بل في كل أنحاء الوطن العربي ويذكر أن المهرجان يشارك في فعالياته ومسابقاته 44 عرضا مصرحيا ويستقبل ضيوفه من 46 دولة عربية وأجنبية نهاية النشرة ولم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز ما جاء فيها من أخبار مجلس الوزراء ينفي نقص السلع التراتيجية في الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية ترحيب روسي أوكراني بزيارة بعثة وكالة الطاقة الذرية لزابوريجيا وقلق أممي حول سلامة المحطة النهوية رئيس وزراء تايوان يدافع عن إسقاط طائرة المسيرة قبالة السواحل الصين والأخيرة تتهم الحزب الحاكم في تايوان بمحاولة تضخيم التوتر انتهت نشرة الثالثة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصرية شكرا لكم وإلى لكم اشتركوا في القناة